كل عشان الغيابات عشان العجزة في المراكز دي ممكن يكونوا هما السلاسي الأبرز طيب النهاردة طبعا كان فيه تمرين أخير استعداداً لمواجهة هو تمرين أول وأخير يعني الفرقة أخدت يومين راحة ورجعت تتمرر النهاردة استعداداً لمباراة بكرة في مواجهة المقصة اللي مش في حال تقوي السنة دي يعني مقصة طول عمرها بتبقى خصم معانيد وتوقع توقع طبعاً أي فرقة مهما كان مستواها ومهما كان ترتبها هتلعب قدام الأهلي جيم كبير دي قاعدة خلاص مش محتاجين نتكلم فيها مقصة ترتيبه الأربعة عشر لعب تسع مطشاط كسب مباراة وحيدة عدل خمس مطشاط وخسر تلت مطشاط وبالتالي بيعاني في المركز الأربعة عشر في الدورة ولكنها بالتأكيد مش معايير ولا ماقيس لسهولة المباراة نتوقعها مباراة تكون صعبة وهيكون فيها يعني رغبة من المصر المقصة في إثبات الزيت النهاردة مستر مسلماني بدأ زي ما حضرتكم شايفين لقطات من التمرين كان فيه محاضرة فنية في البداية بعد كده اللعيبة تقسمت لثلاث فرق عملوا تقسيمها في منتهى القوة فيه غيابات هتكون يعني مش موجودة مع الأهلي في مباراة المقصة بكرة أهمها طبعا أيمن أشرف عنده كده يعني إجهات في الرجبة فبالتالي ما اشتركش النهاردة في التمرينة ودخل بس جلسة علاق طبيعي معلول كمان عنده يعني بيشتكي شوية من السمانة فبالتالي ما اتمرانش مع الفريق دخل اكتفى بس ببعض التمرينات في الجيم الشيناوي رجع الحمد لله زي ما قلت لحضرتكم في بداية الحلقة وهيكون جاهز للمشاركة في مباراة بكرة أساسي على الدكة هيكون قرار مستر مسلماني طبعا اللي أعلن قايمة الفريق أقول لحضرتكم قايمة فريق بكرة إن شاء الله مباراة بكرة الشيناوي علي لطفي وشوبير في إحراص المربع معاهم رامي ربيعة ياسر إبراهيم حمدي فتحي حسام حسن محمد شريف حسين الشحاة أليو ديانج عمر السلية أفشا محمود وحيد طاهر محمد محمود كريم فؤاد لويس ميكسون ومحمد هاني وعبدالقادر وفخري وزياد طارق ومحمد أشرف دي قايمة الفريق اللي اختارها مستر مسلماني لمباراة بكرة كل التوفيق لنجمنا وبالمناسبة الحقيقة من يعني إحنا كان عندنا فرصة نتابع ونقيم ونحكم على الشباب الأهلي في مباريات كاسر ربطة وفي إطارة الحقيقة سياسة نكحة جدا بتقوم بها دارة النادي الأهلي جوه برا يعني مش بس جوه مع الأندية المصرية لكن كمان في الخارج وأبرزها الحقيقة تجارب كتنكحة جدا في تشيك الأمير التوفيق أعلن عن إعارة اتنين من لعيب المنتخب الشباب اللي شاركوا فيه المطولة بتاعة كاسر ربطة وتقلقوا الحقيقة بشكل كبير ومنهم طبعا مغربي اللي حضراتكم شايفينه على الشاشة والتقلق وخصوصا كمان هو شارك يعني مغربي وهو صغير كده لعب مع الأهلي في كاسر العالم الأندية فالاتنين هيرتلعوا على التشيك فترة إعارة هتمتد حوالي سنتين ونص ومن حق الأهلي وده شرط برضو مهم جدا أنه يستعيد لعابته في أي وقت يحتاجهم في خلال الفترة دي فرصة أنا نفسي أنه يعني زي ما الأهلي بيطلع عندية مصر كلها تطلع يعني لما نطلع علينا كل سنة مثلا 20-30 لعيب ياخدوا خبرة يكونوا موجودين على ساحة كرة القدم في أوروبا حتى لو في دول صغيرة يعني مش تازم نكون في أسبانيا وألمانيا وفرنسا وإنجلترا يعني حتى في الدول الصغيرة ممكن يدي مساحة شوية في التسويق للعيبة مصر ويديهم خبرات ويديهم تجربة مبكرة ودي نقطة مهمة جدا في الاحتراف لأن الاحتراف جزء منه مش بس إمكانيات المرتبط كمان بالثقافة أنك تتعود تعرف الناس دي عايشها إزاي بتفكر إزاي أسلوب شغلها إزاي لما من الوقت تطلع في سن صغير يبقى عندها القدرة أنها تكتسب خبرات بدري وتتعود من بدري فبالتالي ممكن تبقى عندها قدرة أنها يكون مش ورها طويل شوية ما يروحش يلعب موسم واثنين ونلاقيه رجع لنا تاني ما عملش أي حاجة فبتهيالي أنه التجربة دي هتكون مفيدة جدا وحتى لو رجع يعني حتى لو أنت استعدت بعد كده أو احتجت وما أنت عندك عبدالقادر مثلا وعبدالقادر راح لعبه صغير جدا في تشيك ورجع مرة تانية والأهلي استفاد به وحتى الأهلي لما رجع عبدالقادر أعاروا داخليا لسموح تقلق ونجح نجح كبير جدا ولما رجع كان ليه مرضود إيجابي جدا على الفريق وإيس على كده بقى تجارب كتيرة جدا أكرم توفيق في الجونة عمار حمدي في الجيش وفي الاتحاد وهكذا ونتمنى إن شاء الله توفيق لأولادنا كلهم